أيضاً من علامات الساعة التي ستقع بعد إن شاء الله تعالى وأنا يا إخواني عندما نتكلم عن ذلك أركز على أننا يجب أن نتعلم ذلك هذه المسائل نتعلمها حينما ندرسها أو نتكلم فيها اليوم حتى نعرفها لأنها ستقع إن شاء الله تعالى وعلينا نحن أن نعلم أبناءنا ذلك وإنساءنا ذلك وإخواننا ذلك ونسعى في الأرض بالتعليم والعلم وبيان هذه الأمور هذه المرسة تقع يا إخواني أخبر بها للصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه من علامات الساعة أيضاً التي لم تقع بعد وستقع كما أخبر بذلك الصادق المصدوق محاصرة المسلمين إلى المدينة النبوية من أشرات الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم ويحاصرونهم ولكن أين في المدينة النبوية يعني سيأتي زمان في آخر الزمان أن أعداء الإسلام سيجتمعون ويتكالمون على المسلمين ويجتمعون عليهم ويعني يحصروهم إلى المدينة النبوية من الذي قال ذلك؟ نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيما أخبر به ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة يوشك يعني خلاص الأمر قريب ونحن في نهاية الزمان يا إخواني الإنسان لا يغتر بما هو فيه ولكن نحن نعلم ذلك لأنه خلاص الأيام والليالي بتنصرم ونحن في نهاية الدنيا وهذا سيقع كما أخبر بذلك النبي صلى الله وسلم عليه ويا له من حصرة ودامة وندامة عندما لا يتعلم المسلم ذلك ثم يرى نفسه فجأة واقع في أمل لا يعلمه يا أهل المدينة النبوية يوشك أن تحاصروا في نهاية الزمان بما أخبر وقد أخبر بذلك المصطفى الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه انتبهوا لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة من يحاصر أعداؤهم هذا من علامات الساعة التي ستقع في نهاية الزمان أيضا إحراز الجهجاه الملك من الجهجاه؟ هذا اللي نبعث أخبر به قال نقول رزل من قحطان سيصير إليه الملك وهو شديد القوة والبطش وقدرد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة وفيه يقول لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من قحطان يسوق الناس بعصاه هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام سعى أن تقوم حتى يخرج الرجل من قحطان إن هو الجهجاه يسوق الناس بعصاه وفي رواية المسلم لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك الرجل يقال له الجهجاه والمراد بكونه يسوق الناس بعصاه أنه يغلب الناس فينقادون له ويستجيبون لأمره ويطيعونه فيما يقول والتعبير بالسوق بالعصى للدلالة على غلظته وشدته يسوق الناس بعصاه يعني في هذه العصاه يضرب هذا ويضرب هذا ويفعل هذا هنا وهذا هناك وغير ذلك للدلالة على شدته وغلظته وأصل الجهجاه الصياح إلى الخير أو الشر وليس عندنا بيان من النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه أمورنا يا إخواني كلها ستقع وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وانتبهوا للجهجاه هذا الصياح اللي يسوق الناس بعصاه هذه فتن عظيمة يجب أن نتعلمها لنحذرها وإذا وقعت فلا نقع فيها بحال من الإحوان إخواني الكرام هذه أمور مسائل مهمة جدا يجب على الرجال والنساء والأطفال أن نعلمهم ذلك هذا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قاله إلا أن نعرفه وأن يتعلمه أراد النبي عليه الصلاة والسلام وهو الناصح الأمين الذي بلغ رسالة ربه صلوات الله وسلامه عليه وما ترك من خير إلا دل الأمة عليه ولا من شر إلا حذر الأمة من هو الذي علمنا بذلك صلوات الله وسلامه عليه فاحرصوا يا أهل الإيمان على أن تتعلموا هذه الأمور والمسائل ولا تنسوها بحال من الأحوال شاهدونا وعرفوها وتعلموها كما أخبر بها المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه إخواني الكرام ما زالت أو ما زلنا نتحدث عن أشراط الساعة التي ستكون وفي نهاية الزمان وهو أمار أيضا يعد من علامات الساعة وقد أخبر بها العلماء العالمون العاملون في كتبهم المهدي وأنه سيخرج في نهاية الزمان ترجمة نانسي قنقر